اتبعوا عسى اسمها هذا يلا مجلس الوزراء يخاطب شركة تقبلها انت مجلس الوزراء يقول لشركة سينوشور شنو رأيتي بهاي ثلاث شركات خلنسها المواطنين يجابون على البخ المواطنين لو انت مجلس الوزراء عدك لجنة مختصة فنية تقول هاذي سيئة وهاذي ايجابية وهاذي متوسطة وهي جيدة احنا المفروض نقول مو شركة سينوشور بعدين احنا من نقول لشركة سينوشور انه انت تطينا رأيتش بالشركات طبعا هذا الفساد الاول شركة سينوشور راح تكون شركة مسيطرة على كل شركات الصين حتى تجي تشتغل بالعراق لازم تاخد رأيه تمام لولا حتى تاخد رأيه لازم تدفع المقسوم ما ادري انت تقولها انا ما ادري تدفع المقسوم هذا هو اضوض على الصين يا شيخنا ويراد لروح للقاضي مو ما ادري هسا الصين ترفع عليه دعوة خل ترفع علينا انا عدي باش محامي محامي واحد عدي اغضر ما نتفع يلا زين وثائق المناقصة اللي تصير تقدمها الشركات هاي الشركات مو نستدعت للشركات تلافة اك وثائق تقدمها للمناقصة شنو هاي الوثائق الوثيقة الاولى اهتمام شركة سينوشور بالمشروع انه سيني شركة سينوشور تقول والله هذا المشروع ما عدنا احتراض عليه انا مهتمين بي زين وخطاب دعم من السفارة الصينية زين خب مع تقديم مخترح للتمويل ضمن هذه الوثائق احنا وين من هاي ما موجودين هسا الطرف المستفيع من الزبون بالاتفاقية اوقف حتى يكون على حق هسا نجي تقوم الوزارة المعنية الوزارة المعنية بالتشاور مع وزارة المالية لاجل اختيار احد هذه العروض زين طبعا هذا الكلام بالاتفاقية اللي قلت لك عني من الساعة جاي نبيه لك عنه انه ما موجود بالاتفاقية انه العراقي يروح يتعاقد مع شركة عالمية لاختيار الشركات في دليل هاي الفقرة تقوم الوزارة المعنية بالتشاور مع الوزارة المالية لاجل اختيار احد هذه العروض زين يعني احنا احنا اللي نختارها زين احنا شون بالله بوزارة المالية مقاول هي وزارة المالية على تفنيين ناش مختصين بالمال مختصين بالمشاريع بالعروض ما اعرف بالله الوزارات المعنية ووزارة المالية تقدم الى الجهة التي تم اختيارها تقدم الجهة اللي تم اختيارها راح يصير اختيار لشركة تقدمها الى مجلس الوزارة لاجل الموافقة عليه وبعد استحصال الموافقة طبعا تبدو المفاوضات بين الشركة الصينية والوزارة المعنية حول طبيعة هذا المشروع شوف كلها الهوسة واحنا بعدنا ما عدنا مشروع واحد الشروط التي وضعتها شركة سينو الشور شروط باوة بفلوسنا ونفطنا وضمانة سيادية وكفالة مليون ومليار ونص وشركة سينو الشور ايضا تضع شروط على العراق بهذه الاتفاقية يجب ان تمتثل المشاريع المشمولة للضوابط والمعايير الخاصة بالشركة ايه هاشكو بيها خب ومعاييره اين وين انت ليش ما حاط معاييرك وهذا مشكلتك ايه وجاي حتي العدل احنا شنو جاي نحتي احنا جاي نحتي على المفاوض العراقي شزي يسوي المفاوض العراقي ليش ساكت على هاي الامور زين زين المشاريع لازم تخضع لضوابط السيسينو الشور وضوابط ما ما محسوبة اولا وزارة المالية توافق على الضمان والكفالة لاي مشروع ومنح الضمان لالتزامات المستورد للدفع المنصوص عليه بالعقد التجاري الذي يتم ابرامه بين المورد الصيني والمستورد العراقي يعني اي قضية اي اتفاقية بالعقد التجاري يصير بين الصين الصيني والعراقي لازم مزارة المالية تحطي الضمان لي قدام يا الله يتوقع العقد التجاري الثلاثة يتم ابرام اتفاقية طويلة الامد لببيعات النفط هاي قلنا عليها نافذة واتفاقية ايضا غير معرضة على مجلس النواب ويا ري تتابعوها ايضا ابرام اتفاقية الحساب المصدر وقلنا هاي البنك المركزي اجرى هاي الحسابات وكملها وكملها والكارثة الكبرى البرك المركزي من دس كتاب لمجلس الوزراء مجلس الوزراء ايж قل لي قل ليش لحد الان متعرف هاي التصدير اللي صار نزل بالبنك الفدرالي الامريكي قل ليش لحد الان ما دازل البنك الصيني مبقيهم بالبنك الفدرالي مجلس الوزراء حتى ادسره لان انا مو طرف بالما انا وكيل عنك صحيح بس لا تحملني مسؤولية الارسال الاموال لازم يحتاج يحتاج شنو من الحكومة يلازم تخويل من وزارة المالية باي خاطب البنك الفيدرالي بان يودي الاموال المخصصة الى البنك الصيني المصرف الصيني زين هذا ايجا التخويل لا بعد الى حد الان هذا ما موجود شاش لون نقول ان الفلوش صارت عدنا مهسقة لمليار ونص عدنا صارا بالصندوق لأمو هذا كلك بجموع الحساب زين اي